موسيقى مشاهدي قناة الوطن الجزائرية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله صيامكم وقيامكم يتواصل قصف قطاع غزة وترويع الآمنين في الإفطار والصحور وفي كل حين ويتواصل مع هذا القصف سقوط عديد الشهداء من الأطفال والنساء والأحرار شعوب ينشغل جلها بالمونديان بينما المباراة الحقيقية تجرى على أرض قطاع غزة بين الحق والباطل وأنظمة صمت وصمتت وجامعة عربية تتفرج ومجتمع دولي يطالب الجريحة أن لا يتألم ورغم كل هذه الظروف تبقى المقاومة الباسلة ومن ورائها كل الشعب الفلسطيني بالمرصاد للعنجهية الصهيونية مسطرين إحدى أعظم المناحم في الذود عن حمى الوطن وشرف الأمة فالسواريخ التي قيل عنها أنها عبثية جعلت من الملجأ المكان الآمن الوحيد للمستوطن حتى لو بعد حين مشاهدي اسمحوا لي أن أرحب بالضيوف الأكارم الحاضرين معنا لمناقشة العدوان الأخير على غزة أرحب بداية بشيخ أحمد الإبراهيمي منسق حملات كسر الحصار عن غزة في المغرب العربي ومنسق أسطول الحرية أهلا بكم شيخنا أهلا بشيخنا وأرحب أيضا بالأستاذ محمد ذويبي المدير التنفيذي لمؤسسة القدس الدولية هو أيضا سياسي ومشارك في قافلة أسطول الحرية مرحب بكم أستاذ كما أرحب بالشاعر الجزائري الكبير الأستاذ محمد جربوع مرحب بكم أستاذنا الكريم في هذه الحلقة أهلا بكم جميعا وقبل أن نبدأ حوارنا هذا نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل يونس بورنال حول كورنونوجيا الأحداث في غزة ولنا عودة على مر السنين قام الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد متكرر ومكثف وقصر المدى استهدف من خلاله المقاومة والأبرياء بأشكال وطرق همجية ميزت هذا الكيان منذ قيمه في الخمس والعشر نجوان عام 2007 وبعد أن انفردت حركة حماس بمسؤولية إدارة القطع رد الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصر عليه مع وصولها إلى السلطة عام 2006 ازدادت المواجهات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال ففي هذا العام قتل الاحتلال قائدا لجان شعبية ومراقبة وزارة داخليتها جمل أبو سمهدانا لتنطلق ما اسمته الفصائل الفلسطينية الوهمة المتبدد في السابع والعشرين من جوان اختطفت خلالها الجندية جلعة شريط في جوليا من العام ذاته شن الاحتلال عملية أمطار الصيف لاستعادة شريط ومنع إطلاق الصواريخ على جنوب الأراضي المحتلة عملية عسكرية إسرائيلية جديدة عام 2008 تحت اسم الخريف الساخن خلفت أكثر من مائة وعشرين شهيدا في القطاع لتبدأ حماس مرحلة تهديئة جديدة مع الاحتلال في التاسع عشر ديسمبر من العام نفسه أطلقت حماس أكثر من مائة وثلاثين صاروخا على المستوطنات الصهيونية لتبدأ بعدها عملية الرصاص المصبوب في السابع والعشرين من ديسمبر قتلت خلالها إسرائيل أكثر من ألف واربعمائة فلسطيني كما خسرت حماس قيادين كبيرين وهما نزاريان وسعيد سيام وزير داخليتها تهديئة جديدة بين الطرفين عام 2009 وإن بقي الحصار لم يؤدي اغتيال الاحتلال للقيادي محمود المبحوح في أحد فناديق دبي إلى اندلاع حرب بين الجانبين بل بقيت المواجهة متقطعة حتى عام 2011 لتدخل هدنة أخرى برعاية مصرية في مارس عام 2012 شنت القوة الإسرائيلية هجوما لأربعة أيام على قطع غزة أسفر عن استشهاد خمسة وعشرين قتلا ومئة جريح وردت حماس حينها بإطلاق صواريخ على إسرائيل في الرابع عشر نوفمبر عام 2012 اغتل الاحتلال القائد العسكرية لكتائب القسام أحمد الجعبري لتبدأ دورة جديدة من المواجهات بين المقومة والاحتلال أسفرت عن استشهاد أكثر من مئة وخمسة وثمانين وإصابة أزيد من ألفين بجروح معظمهم من المدنيين في سياق هذا العدوان نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ألفا وخمسمائة غارة جوية استهدفت العديد من المواقع ما مثل ثلاثة أضعاف تلك التي شهدتها الحملة العسكرية عام 2008 والتي استمرت 22 يوما ردا على ذلك أطلقت حماس صواريخ مضد للطائرات على المقاتلة الإسرائيلية كما أطلقت أكثر من ألف وخمسمائة صاروخ وقذائف هون على جنوب الأراضي المحتلة وصلت بعضها إلى ضواحي مدن كبرى مثل القدس المحتلة وتل أبيب رغم وجود نظام الدفاع الجوي المتطور المسمى القبة الحديدية في تغير كبير لاستراتيجية المقاومة تطورات دفعت الاحتلال للبحث عن هدنة مع حماس ليصبح وقف إطلاق النار سري المفعول في الحادي والعشرين نوفمبر عام 2012 بعد الموافقة على مطالب المقاومة المتمثلة في وقف عملية القتل المستهدف وتخفيف القيود على حركة الأشخاص والبضائع وفتح المعابر الحدودية وها هي غزة والمقاومة الفلسطينية اليوم أمام مشهد مشابه للذي حدث عام 2012 مع اختلاف في المعطيات الإقليمية والدولية أهلا بكم مشاهدين من جديد بعدما شاهدنا هذا التقرير وبعد متابعتكم لما يحدث في غزة لعل الكثيرين لهم كثير التساؤلات التي يبحثون لها عن أجوبة وبداية أبدأ بشيخ أحمد إبراهيمي ذرتهم قطاع غزة عديد المرات وكان لكم الوقوف الميداني لمرات عديدة كان آخرها بداية شهر رمضان المبارك كيف تركت الأوضاع في غزة وما الذي يجري الآن في القطاع أعوذ بالله بشتر المعجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بادي أعوذ بالأهنى الشعب الجزائري بهذا المولود الجديد في الساحة العلمية قناة الوطن التي نسأل الله أن تكون قناة رائدة وفعالة في خدمة الوطن والمواطن وفي خدمة قضايا الأمة أمامي بخصوص الإجابة حول السؤال الذي طرحته فإننا غزة نعرفها بأنها غزة الثبات والسموت وأنا شعبها وقادتها قرروا بأن يكسروا كل حواجز الخوف ويعملون على قضاء على الأسطورة التي أرهبت العالم أسطورة الصهيونية التي قالوا بأنها لا تغلب ولا تقر فهاهم الآن أهلنا في غزة رغم الحصار الذي طوقهم من كل مكان برا وبحرا وجوا إلا أنهم يحققون في الانتصارات استطاعوا أن يكونوا جبهة داخلية متماسكة استطاعوا أن يقنعوا شعبهم بنهج المقاومة وبهذا الإخيار الاستراتيجي استطاعوا أن يحققوا في كل المجالات نجاحا في التعليم في التربية في الشؤون الأسرة على المستوى العسكري على المستوى الاجتماعي هذه هي غزة وهذا ما تركناه غزة تركنا شعبا صامدا ثابتا لا يحيد عن ما قرره ولا يقبل المساواة حول مبادئه ولا حول ما اتفقت عليه الأمة بأنهم هم الخط الأول للدفاع عن شرف الأمة هذه هي غزة يعني بالمختصر البسيط نعم هذا حال غزة كما تركتموها ولكن ما الذي يحدث الآن يعني نشاهد أنه هناك قصف يومي على القطاع على العزل على المدنيين على الأطفال يعني هل يمكن أن تعطينا وصف أكثر على ما يحدث الآن في غزة ما يحدث في غزة هو فشل إسرائيلي واضح عندما فشلت إسرائيل في بنك أهدافها في تحديد المواقع العسكرية التي من المفروض أن تضرب مواقع المقاومة والمفروض أن يقضوا على المنصات السواريخ التي تنطلق منها السواريخ عندما فشلوا في تحديد المواقع العسكرية للمقاومة أصبحوا يضغطون بهذا القتل العشوائي للأطفال والنساء حتى تتراجع المقاومة عن إطلاق سواريخها هذه أصبحت واضحة العزل الإسرائيلي الآن وفشل استخباراته وفشل المنظومة العسكرية الإسرائيلية تماما الآن عند قتل الأبرياء وقتل الشعب هذا ينم على ضعف هذه القوة التي قالوا بأنها قوة لا تقهر ولها من التكنولوجيا العسكرية ما ترى من تحت الأرض وفوق الأرض وفي كل مكان الآن عجزت على أن تحدد مكان السواريخ التي قلت عنها في بداية الحلقة أنهم قالوا أنها سواريخ عبثية ولكن هذه السواريخ العبثية أدخلت خمسة مليون يهودي تحت الأرض لمجرد صفارة الإنذار تجد الناس يهرعون في كل الاتجاهات فأي شيء إلا أننا نقف مع هؤلاء الناس وندعمهم ونكون لهم سندا قويا حتى نحقق النصر القريب إن شاء الله صور التي تبثها وسائل إعلان تترك إنسان العقل الحليم حيران أستاذ محمد ويبي أنتم كنتم في أسطول الحرية وكان لكم تواصل مباشر أو اشتباك مباشر مع الصهاينة وأنت فقدت عينك اليمنى على متن باخرة مرمرة هل يمكن أن تحدثنا على عقلية هذا الإنسان الذي يقتل البريء بل ويقتل حتى الرضيع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نتقدم بتهانينا الخالصة للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان ولمشاهد قناة الوطن التي نأمل ونتمنى أن تكون رائدة في رسالة إعلامية صادقة وهادفة دعني ربما أعود إلى الوراء فيما يتعلق بقضية الاحتلال الصهيوني لفلسطين فكرونولوجيا الأحداث لم تبدأ لم 2006 ولم 2008 ولا 2012 ولا اليوم إنما لها امتداد في التاريخ فلقد بدأت منذ أن أعلن بلفور بتقديم فلسطين كوطن للصهاينا وكل هذه المرحلة هي مرحلة مقاومة مرحلة جهاد مرحلة تدفاع عن الوطن وهذا العدو الصهيوني له مميزات وله خصائص كما تعلمون أنه عدواني أنه وحشي أنه غادر كل هذه المواصفات هي مواصفات العدو الصهيوني ولكن في نفس الوقت أنه يحب الحياة ولذلك الله سبحانه وتعالى اذكرت بهذا في القرآن الكريم لا تجد أنهم أشد الناس أحرص الناس على الحياة مهما كانت هذه الحياة ولو في الملاجئ ولو بأي شكل من الأشكال اليوم تغيرت المعادلة نوعا ما لأن العدو الصهيوني كان يعمل منذ بداية احتلال فلسطين وتقسيم فلسطين بقرار الأمم المتحدة الظالم والجائر إلى يوم هذا يعمل بمبدأ التطبيع تطبيع هذه الاحتلال واجعله طبيعي وأنهم أصحاب الحق في هذه الأرض لكن الحمد لله رب العالمين الشعب الفلسطيني بدأ يسترجع أمله في التحرض قضية فلسطينية هي قضية احتلال قبل أن تكون قضية حصار ولا قضية احتياجات إنسانية قضية احتلال هناك من يريد أن يطبع هذا الاحتلال وهناك من يرفض هذا الاحتلال ويريد أن يحرر وطنه وهنا مكمن الموضوع من خلال تجربتنا مع العدو الصهيوني في أسطول الحرية أن هذا العدو في كثير من الأحيان ونتيجة الإحساس بالقوة يصبح غبي فيضرب بوحشية ويقتل بوحشية لكن في كثير من الأحيان هذا الغباء وهذه الوحشية وهذا الاعتداء ينقلب عليه اليوم المشهد واضح في كل مرة يسعى هذا الاحتلال وهذا العدو لإخضاع وإذلال الشعب الفلسطيني من خلال قضاء على مقاوماتهم نعم أنا أريد أن أسمع منك بعض المواقف يعني أنتم كان عندكم احتكاك مباشر بالجنود الصهاينة لما نزلوا على الباخرة مرمرة أو لما أخذوكم للسجن أريد أن أسمع منك بعض المشاهد التي شاهدتها هو هذا الكلام الذي قلته يتمثل في هذا الموضوع أنه نتيجة الإحساس بالقوة يصبح يتعامل بغباء يضرب ثم الأطفال ويضرب النساء والنساء ويضرب الأبرياء ويضرب العزل ودين على ذلك أنه في حادثة أسطول الخرية كان بإمكانه أن يقود هذا الأسطول لأن فيه ناس أبرياء عزل لا يملكون سلاح ولا يملكون قوة يقودهم إلى حيث شاء بدون ارتكاب هذه المجازر لكن نتيجة الخاصية خاصية هذا العدو أنه عدواني وأنه متوحش وأنه ظل يستعمل القوة القوة المفرطة في غير معلها وبالتالي تنقلب هذه القوة ضده اليوم اليوم هو يستعمل الأبرياء العزل من الأطفال والنساء والشيوخ يعني كورقة ضغط على أهل الحق وعلى المقاومة لكي تستسلم وفعلا اليوم أن الجانب الإنساني يعني جانب مؤلم جدا ففيه أطفال وفيه نساء وفيه بيوت تدمر هذا المشهد أكيد يتطلب مننا كمسلمين ويتطلب مننا قبل أن كل مسلمين يطلب منك كناس يعني كل واحد مننا كإنسان أنه يتألم لهذا المشهد ويستنكر هذا المشهد ويفعل يعني ما استطاع لوقف هذه المجازر سواء على مستوى الإنساني أو على مستوى السياسي لعل العدوانية التي تحدثت عنها من طرف الصهاينة على الشعب الفلسطيني لم تشفع للشعب الفلسطيني أن يحظى بحقه في تغطية إعلامية كبيرة ربما أوجه سؤال الأستاذ محمد جربوعة بعض الفضائيات تعمد إلى نشر التضليل الإعلامي والفوضى الفكرية لتشتيت أعين الناس وأفكارهم على ما هي ما يحدث الآن في غزة لعل سؤالي يكون ما هي ما يحصل الآن في غزة ولماذا كل هذا التعتيم وما هي مظاهره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خليني أقول فقط أنه أنا كثيرا ما أقول أننا أمة قضت قرابة قرن في محاولة الإجابة عن أسئلة هي بالأساس خطأ يعني ستين سنة في القضية الفلسطينية ونحن نحاول أن نجيب عن أسئلة هي بالأصل أسئلة موضوع خطأ وبالتالي ترى أن مسارات أو مساراتنا في الحياة في السياسة في الاقتصاد في الفكر هي مسارات مرسومة بدقة يعني أنا في أي ضربة أقول لك الآن لو تضرب مكة المكرمة أنا أقول لك ما الذي سيحدث معناها المسارات صارت واضحة يعني في كل مرة تضرب غزة ولا تضرب العراق ولا تضرب سوريا ولا يضرب أي بلد تضرب حتى مكة أنا أتوقع ما الذي يحدث لأن المسار مرسوم بدقة سيخرج الناس ينددون تجتمع الجامعة العربية يضغطوا على مجلس الأمن يجتمع الحكام العربي يقدموا بعض التنازلات لامتصاص الغضب الشعبي ثم تنتهي القصة وفي المرة القادمة بعد عشر أو عشرين سنة تعاد القصة نفسها دون أن نستوعي بنحن فكرة تكسير هذه المسالات والخروج إلى اتجاهات أخرى نتفادى بها ضربة مستقبلية يعني شوف الآن قضية الضربة تبع غزة مثل الضربة لي قبلها ومثل الضربة لي قبلها ومثل ممكن ضربة تجي بعد ربعين سنة إذا لم نحول إذا لم نغير سلوكنا فنحن أمة غير طبيعية في عالم طبيعي طبيعي جدا أن يضربنا الإسرائيليون مش طبيعي يعني يعني ماذا نتوقع من الإسرائيليون يجيبوا بوكي وردوا يجيوا يدقوا الباب يعطيونا طبيعي جدا أن يضربنا الإسرائيليون طبيعي جدا أنه كثير من حكام العرب لمستفيدين من وجود إسرائيل ولخوفهم من الولايات المتحدة الإمريكية طبيعي جدا أن يساهموا في هذه الضربات مع إسرائيل حتى مع العدو وطبيعي جدا أن يتعاملوا بهذه الطريقة لكن لمش طبيعي هو فعلنا نحن فعل إسرائيل وفعل إمريكا وفعل هذا طبيعي فعلنا نحن ليس طبيعيا إمعقول نحن نضرب للمرة الألف ولازمنا نفاجأ حينما نضرب نفاجأ فيه أشلاء لا وفيه دم وفيه كذا ويا إلهي وكيف يتجرؤون على أن يقصفوا الصغار وعلى أن يقصف إمعقول للمرة الألف لازمنا نتفاجأ لازمنا نفرك أعيننا وكأننا ننظر باستغراب إلى هذا المشهد هذا مشهد طبيعي جدا يعني ما الذي ننتظره من اليهود ما الذي ننتظره من الأعداء وبالتالي في قضية الفضائيات التي كنت تكلم عليها أنا نظن أنه مشكلة ضعف تكويننا الديني وتكويننا الأخلاقي هو ليخلي إمكانية صناعة رأي عام جديد في كل مرة بمعنى مسألة الاستفاف مع غزة هذه مسألة محسومة دينيا وأخلاقيا محسومة وإنسانيا محسومة ما المفروض عند كل المسلم وعند كل عربي يعني عيب أنه عربي يقول أنا لا والله عندي رأي في حماس وهو يرى أبناء المسلمين وأبناء العرب يقتلون هذه المسألة من المفروض مش تجي قناة فضائية هي اللي تخليك تقتانع لا نمشي منا والله نمشي منا هذه المسألة دينيا محسومة وأخلاقيا محسومة وإنسانيا محسومة لكن في الواقع العكس هو الحماس لبعض لا لذا أنا أتكلم في الواقع قلت نحن أمة غير طبيعية يعني من المفروض المسلم لما يحدث انقلاب في مصر ولما الناس تمشي للسجون ظلما والله لما يضرب العراق والله لما كذا هذه المسائل دينيا للمسلم دينيا ارتكازه الديني يجعله يمشي في هذا الاتجاه وليس في هذا الاتجاه يعني لا ينتظر من قناة فضائية أنه تصنع له الرأي تعو وتخدمو وتمشيه يمين والله شمال إلى غير ذلك لكن أنا قلت أنه المشكلة عندنا مش مشكلة غزة مش مشكلة غزة غزة هذه فقط جزء من كيفش نقوله نحنا نسامبطون يعني مظهر تمظهور للمرض تمظهور للمشكلة المشكلة هذه ممكن تظهر في العراق ممكن تظهر في سوريا ممكن تظهر في الجزائر ممكن تظهر في كذا وممكن تظهر في غزة فما يحدث الآن في غزة هو مشكلة مرضية مشكلة مرضية لهذه الأمة وليس لإسرائيل بدليل لو أزيحت إسرائيل الآن عن الخريطة كلها القصة ما تنتهيش أنا قلت لما ظهر الربيع العربي ولما بدأ في إسقاط هذا الحكام العرب إلى غير ذلك كنا نقوله في المنظومة القديمة لش قلت لك أننا نحن ندفع ثمن منظومة قديمة رباتنا على أشياء ليست صحيحة قصة أن الحرية تفتك وتأخذ ولا تعطى وقرينها ومن الصغر هم يقرروا للأجيال والإعلام والمدارس والمساجد هالكلام غير صحيح الحرية يا سيدي لا تعطى ولا تفتك الحرية تبنى تبنى تربى يعني ينبت الإنسان مثل السنبولة ويربع كل شيء في الحياة يبنى لبنى لبنى الطفل صغير يكبر والجدار يكبر كل مشروع يكبر كل شيء يكبر فيش حاجة تظهر فجأة تفتك ما طيب شوف نحن شعب ليبي مثلا الشعب الليبي سقط الحاكم تعو والله في مصر سقط الحاكم وبعدين انقلب على الثورة ذاتها معنى أنه هذا الشعب ليس في مستوى هذه الحرية التي يتكلم عنها يعني طيب هاو تنحى الإنسان وفتكيته الحرية تعكم بيدكم لماذا يقع ما يقع؟ لأنه هذا الشعب ليس في مستوى الحرية لم يبنى لم يربى على الحرية على هذه أنا نقول أنه كلامنا على الفضائيات وأنها هي التي تؤثر وتصنع الرأي العام هذا دليل باللي كينفراغ كبير في المجتمع أنا ما عنديش هوامش يعني اللي ما رشاهده وينزيد تكتب لي انت كلمان أنا ما عنديش مليهم لأني كبير ودرست ومسلم وعندي انتماء إلى غير ذلك متقدرش تجي تقول لي نزيد لك كلمة أنه تصف مثلا مع انقلابي ولا تصف مثلا مع إسرائيل ولا تصف مثلا مع إمريكا ضد أمتك ولا تصف مع ظالم ضد مظلوم حتى يكون مظلوم يهودي والظالم مسلم هذه بالنسبة لنا نحن المسلمين أخلاقيا ودينيا هذه ثوابت يعني نعم شكرا لك طبعا أنت تكلمت على مسارات لا زالت أمتنا تتابعها لحد الآن طبعا شيخ أحمد أنتم تتابعون الشائع الفلسطيني والغزاوي في السيطة خاصة ربما منذ سنوات ما المميز في ردود الإفعال العربية والإجنبية في هذه الضربة الأخيرة الموجهة على إخواننا في غزة في ردود الإفعال ربما كنا نشوفه بالقبل أنه هناك شجب واستنكار لكن أعتقد أنه حتى الشجب واستنكار نقصت حدته بما يخصها محمد أنا أريد أن أعرج على نقطة ذاكرها الأستاذ محمد دويبي حول الكرونولوجيا نعم هو المشكل عندما ننظر إلى التاريخ وإلى ما حدث في التاريخ وإلى المسارات التي كان يتكلم عن الأستاذ نرى أن الفكر الذي كان من قبل بالفعل كان يعني يحدد هذه المسارات وأكبر ضربة أخذتها القضية الفلسطينية في بداية القرن الماضي في الربعينات وفي الخمسينات أنها أخرجت من دائرتها الإسلامية وأصبحت قضية قومية قضية العرب ولا شأن للمسلمين بها ثم جاءت أصل أخرجتها من الدائرة العربية والدائرة الإسلامية وابقات قضية فلسطينية الآن الناس يقولون بهذه القضية شأن فلسطيني هل القدس شأن فلسطيني؟ لا مو الشأن فلسطيني هذا شأن أمة الآن ما يحدث في غزة الغزة هذا هو الشيء الذي الآن يجب أن يفهمه الناس غزة الآن نموذج غزة هي التي أعطت الأمل للشعوب العربية الآن أن تتفض على هؤلاء الحكام الظالمين غزة هي التي الآن كسرت كل حواجز الخوف كسرت أسطورة غزة أسطورة إسرائيل التي لا تهزم الآن غزة هو نموذج نموذج للمقاومة نموذج لبناء الدولة الحقيقية نموذج للحرية نموذج لأن ننطلق من دائرة من دائرة الاستضعاف ونبني شأن الإمامة الذي قال عنه الله سبحانه عز وجل في محكم التنزيل ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالدين الإمامة والتمكين في الأرض يبدأ من دائرة الاستضعاف يعني الآن إحنا أمام نموذج نموذج ناجح الآن ناجح بكل المقاييس يعني الآن أنت أنا لا أراهن على كثير على المواقف العربية الآن لأن أصلاً المواقف العربية لم تكن لها جدوى عندما كانت قائمة بالحقيقة عندما كانت أنظمة قوية قضمة مثلاً كانت أما الآن أنظمة غير قوية الآن فلتان في سوريا فلتان في العراق فلتان في اليمن فلتان في ليبيا يعني أي أنظمة عربية تتكلم عنها اليوم الآن كل الأنظمة العربية الآن مهتمة بشأنها الداخل كما تقول هي لا شأنها داخل هي الآن يقتل بالملايين يقتل بالآلاف في سوريا من يتحرك لهم؟ يقتل بالآلاف في العراق ولكن يجب أن نعلم بأن الحرية لا تأتي ما بين عشية وضوحها نعم هذا ربيع عربي حقيقي ولكن يتطلب وقت يتطلب نضج عن أن تنضج العقود تبنى أو تفتك ولكن لازم لها وقت نعم الحرية تفتك لو نحن الآن الجزائر مثلا لو كما قدمناش مليون ونصف مليون شاهد نشوفوا الحرية لا يشوفوش الحرية ولكن ماذا نبنوا دولة بكل المقاييس لا نزلنا نطور وما زال وما زال نضال سياسي يعني نحن الآن في 2014 ما زالنا نستمع بالمجتمع السياسي يطالب بالحرية في الجزائر يطالب بالحرية هذا أمر عادي ولكن يجب أن نفهم الآن بأن هناك مسار حقيقي الآن أنا أخالف الأستاذ أن غزة ليس قضية مرضية ليس صورة مرضية لا بالعكس غزة الآن أرجعت الأمة إلى نصابها بدأت الأمة الآن تعتمد على نفسها هذه غزة لثمانة سنة الحصار ثمانة سنة الحصار الحصار أسقى الدول العراق كان يملك مليون عسكري زال في خلال ساعات سوريا الآن اللي كانت تتباهى بجيشها وتتباهى بقوتها العسكرية وبطيرانها الآن أمام هجمة صغيرة من شعبها الآن تهم أين هم السلاح الليبي الذي كان يرعب إفريقيا كلها أين هو الآن غزة ثمانة سنة الحصار كلهم تزداد قوة بالأمس كانوا يقولون غزة هذه ليس فيها شيء الآن سواريخها تصل إلى آخر نقطة في فلسطين المحتلة الآن خمسة مليون إسرائيل تحت الأرض الآن المطارات والموانئ تغلق يهودي بدأ يفكر بالهرب من فلسطين يعني الآنك المعادلة الجديدة تصنع في الأرض ويجب أن نهتم بهذا الأمر رغم كل هذه البشائر إلى أن هناك كثير وعديد القوافل التي تساق لكسر الحصار عن غزة وجه سؤال الأستاذ محمد ذويبي لطالما سمعنا كلمة كسر الحصار وأصبحت هذه الجملة لسيقة بفلسطين وغزة هل الهدف من هذه القوافل التي تسيّل لغزة هو كسر الحصار فقط أم هو مرحلة من مراحل الوصول إلى هدف التحرير أو الحرية كما قال أستاذ أحمد مشكور جداً هو موضوع التدافع بين أهل الحق في فلسطين أصحاب الحقلية والشعب الفلسطيني عموماً وأنا أريد هنا أن أصحح يعني على الأقل دير ملاحظة مهمة جداً أعطي رأيك لما نتكلم على غزة موضوع شعب الفلسطيني بكامله الضفة والقدس وكامل كامل فلسطين المحتلة ربما غزة لخصوصيتها في هذه المرحلة لكن الموضوع متعلق بفلسطين ككل هو الصراع والتدافع بين أصحاب الحق شعب الفلسطيني المعتل وبين الكيان الصهيوني الذي احتل هذه الأرض أنا أشرت في البداية وقلت العدو هذا يعمل بمبدأ التطبيع يريد أن يطبي هذا الاحتلال يعني أمرت ما مسلم وأن هذه الأرض أرضه وأن الشعب الفلسطيني فيه من أخرج وفيه من يضطهد وفيه من يقتل وفيه اللي موجود فيه في السجون وهكذا اليوم قضية المسارات اللي يتفضل بها تمام الأستاذ مهمة نقطة مهمة جدا فعلا كانت مسارات خاطئة تدخل في مبدأ التطبيع لكن اليوم أنا أقول أنه شعب الفلسطيني وبما لديه من من عبقرية اليوم هو يواجه مشروع الاحتلال بمشروع التحرير مشروع الاحتلال بمشروع التحرير وما فك الحصار إلا مقدمة للتحرير لأنه ما بقي إذا بقي الاحتلال سيبقى الحصار سيبقى الاعتداء على الشعب وعلى الأرض وعلى المقدسات أنت تعلم يا أخي الكريم أنه في أول جمعة من شهر رمضان الفضيل يحرم الشعب الفلسطيني من الدخول إلى المسجد لقص المبارك أي اعتداء أكثر من هذا إذن ما دام الاحتلال موجود يبقى الحصار موجود ويبقى التهويد موجود ويتبقى السجون وتبقى الاضطهاد ويبقى اللاجئون وهكذا إذن الموضوع موضوع متعلق بإنهاء الاحتلال هذا فيه فيه دم نعم فيه ألم نعم فيه نار نعم فيه دمار نعم لكن هذا هو سبيل التحرر ونحن في الجزائر يعني ما زالت التجربة على كل حال في عقولنا إلى اليوم أنا أتذكر كان الاحتلال بل بيق 52 يزيل مناطق كاملة بيها شعبها أرضها بناياتها يعني لا يترك أي شيء على الأرض ولذلك نجد أن الشعب الجزائر يتفاعل كثيرا مع الشعب الفلسطيني لأنه يعاش الاحتلال ويعرف الاحتلال ويدرك ما معنى الاحتلال نعم والمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخواني أستاذ محمد كتبت في صفحتك على الفيسبوك مستغربا حتى الغنم يوحدها الخطر ما الذي يحدث لأمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عمرو الخطاب رضي الله عنه أمة صلاح الدين الأيوبي أمة بن باديس وأمة بن مهيدي ولكن اسمح لي نسمع جوابك بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم أهلا بكم من جديد كنت قد سألتك أستاذ محمد قبل الفاصل عن كلمات كتبتها على الفيسبوك حتى الغنم يوحدها الخطر ما الذي يحصل لأمتنا أنا قبل أن أجيب أنا أحب أن أبين فقط أنا لما قلت أنه غزة حالة مرضية للأمة وليس لغزة بالعكس يعني غزة رفعت جميل الأمة عاليا يعني هي ابنته أنا دايما أقول أن غزة ابنت الشمس يعني يعني ممكن تصنع أي شيء في الصين لكن الرجول الشيء الوحيد الذي يصنع في غزة يعني أنا لما أقول أنه غزة حالة غير طبيعية للأمة يعني لو كانت الأمة موجودة مستحيل أن تكون غزة هي الآن تحت القصف يعني أن تكون تحت القصف لو كانت الأمة في حالتها الطبيعية أصلا اليهود مش موجودين يعني أنت لما تتكلم على ملياري مسلم يعني والله على 300 أو 400 مليون يعني عربي يعني وتتكلم على 12 مليون إسرائيلي يعني لما نتكلم على المسألة هذه لما تكلمت أنت على قصة الغنم يوحدها الخطر يعني تأخذ شوف تأخذ ألد الأعداء تأخذ عدوين من ألد الأعداء تحطهم في حفرة رغم كل المشاكل اللي بينهم وترمي معهم ثعبان يعني رحين يلتهيوا بقتل هذا الثعبان وينسوا خلافاتهم حتى بدون اتفاق بينهم يعني بدون يعني تواطئا تواطئا فطريا غريزة يقتلوا كذا فنحن أمة من المفروض هذا الثعبان الموجود في المنطقة يعني والذي يدوس علينا جميعا من المفروض في حالات زي هذه من المفروض الناس كلها تتوحد يعني من المفروض هذا الشيء الطبيعي جدا على هذه أنا مازلت نقول أنه نحن أمه مش طبيعية مش عاديين إحنا غير طبيعيين ألبيرتو مورافيا هذا أديب إيطالي زار بلد عربي بلد عربي في المغرب العربي من بلدان المغرب العربي فلما رجع إلى بلده سألوه قالوا له يعني شو الشيء الغريب اللي شفته أنت لاحظتوا في هذه البلاد يعني فقال لهم والله كل شيء طبيعي يعني زينا زيهم يعني قال لهم لكن فيه شيء غريب قال لهم لا يحدث إلا هناك قالوا طيب شو هو قال أنه الناس يمشيوا على رجلهم ويصطدموا يعني قال لهم إحنا السيارات ممكن نصطدم قال لهم في البلاد العربية الناس توجد ثنين يمشيوا على رجلهم طيب علش يصطدم يعني وكذا فهو بالنسبة لي هذا شيء غير طبيعي إحنا أكثر من هكذا لدينا أشياء كثيرة غير طبيعية شوف في واحد صلى بواحد يعني أحمق صلى بشيخ فقال قرأ قول الله عز وجل ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميعاد ربه ميقات ربه خمسين ليلة يعني قال له يعني قال أنت لا تحفظ يعني ألا تحسين الحساب يعني وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قده صارت أربعين صارت أربعين قال حتى نفترض أنك لا تحفظ يعني وكذا نحن أمة لا نحفظ ولا نستوعب الدروس خليني نكمل بهذه النقطة فقط لكل وقت من الأشياء اللي نقولوها نحن أنه أمة نحن أمة كما يقول لي واحد من زعماء الفصال الفلسطينية يقول لي نحن أمة تقول لي ما بدها إياه ما تقولش لي بدها إياه يعني نحن نقول ما لا نريده ما ما نريده يعني توجد إنسان مثلا يقول لك نحن ما نحوسوش هكذا نحن مفروض هذه ما تندارش وهذه ما تندارش طيب تقول له انت في رأيك وشنه هو اللي لازم يندار وينظم الأمور ما يعرفش أمة ناقدة يعني تحطهم قدام كرة القدم يقول لك من المفروض هذا المدرب الوطني ما يلعبش هذاك وإذا لعبوا من المفروض ما يديرش هكذاك واللعب هذاك ما المفروض كان يعطيها الآخر ما يعقبهاش الآخر وكذا وفي الطب وفي الهندسة وفي الدين كل الناس تفتي وكل كذا وتقول ما لا تريده يعني نقد فقط تقول ما لا تريده لما تجيب واحده تقول له طيب عطينا أنت الوصفة بش نعيش مليح وش كذا وش نكون أمة جمال وأمة مرتاحة وكذا وش نه هو المشروع وحن ما يعرفش مشروع لا أحد يعرف ماذا نريد ماذا نريد نحن في الحياة ما الذي نريده يعني أنتم الجماعات المتطارفة ما تحوسوش عليها والجماعات السياسية اللي تصل بالصندوق ما تحوسوش عليها يعني ما الذي تريدونه يعني أنتم يعني حبيت نقول أنه نحن أمة لحد الآن ما عندهاش مشروع خليك من البرامج البرامج غير المشروع أنا أتكلم عن المشروع وليس عن البرنامج في كثير من الأحيان أنا مرة كنت نتكلم مع سياسي عربي قال لي أخطر شيء داروا صدام حسين لما دخل الكويت أنه في الوقت اللي كانوا الناس يقرؤوا فيه الخريطة النفوذ كان هو يقرأ في الخريطة السياسية لما تقرأ الخريطة السياسية تفتح الخريطة السياسية ولا الجغرافية تشوف جنب العراق دولة صغيرة يسموها الكويت ممكن تقضيمها في خلال 12 ساعة لما تقرأ خريطة النفوذ تجد أنه هذه القطعة الصغيرة هذه ليش هي كويت ليش الكويت هذه حاجة أخرى غير الكويت وهي الحاجة التي تحركت لما ضربت الكويت فالآن لما نتكلم على غزة غزة هذه مش قصة صغيرة هكذا شبر من حبة أسبرين كما يقول كذا ومحطوطة في مكة لا هي مش القصة هكذا غزة هذه فيها تداخل مشاريع مشاريع إسلامية ومشاريع الليبرالية ومشاريع يهود ومشاريع أمريكيين وصهاينة في الوقت اللي نحن رأنا نتكلمه هكذا وفي ناس قاعدة تخطط في ناس في أوروبا تخطط ونس في أمريكا وأنا قلت أخطر وأنا مسؤول على كلامي هذا أخطر ما في موضوع غزة في هذه المرة أنه الضربة تحتها مش كما الضربات الماضية مش زي الضربات الماضية لأنه الضربات الماضية كان المشروع بصراحة كان المشروع إسرائيلي المشروع هذه المرة لضرب غزة مش مشروع إسرائيل هو مشروع عربي هو الوسيلة إسرائيلية لكن المشروع هو مشروع عربي الذين يريدون رأس غزة الآن هو مشروع عربي وعرب العرب الذين يريدون هو امتداد لما يحدث في دولة كبيرة مجاورة عربية مجاورة فهي تريد أن تدخل غزة وعلى هذه أنا دائماً ما زلت أقول وأسجل الآن على الهواء وأقول أنه إسرائيل ماشية وفق المشروع هذا اللي قاعديني مولوه عرب ماشية للإجتياح البري وأنا لست متفائلاً يعني أنا باش ندقوا ناقص الخطر باش نقولوا الناس غزة هذه مش قال سيبرمان وغزة يعني فيه ترسانة من الأعداء حول غزة فيه مشروع كبير يا إما الآن الأمة تقف عند مسؤولياتها في الداخل في رام الله وغيرها بالانتفاضة وحتى في 48 أراضي 48 وأن تقف في الخارج بالدعم بانتفاضات الغضب لأنهم يخافوا منهم يعني أمريكا لما تعرف أن الليبيين سيتحركون وتتذكر سيناريو ما حدث في بنغازي لسفيرها إلى غير ذلك تتراجع وتفرمل وتعملها نقاط توقف إلى غير ذلك فأنا أقول أن الضربة لغزة هذه المرة ليس ضربة لعب يومين ونقصفو لهم ونقتلو لهم 20 طفل شو لعب أولاد يعني جاءوا ضربوا قتلوا 50 ولدوا خلاص وبعدين نراجعين في مشروع الآن وهو تصفيت المقاومة عن بكرة أبيها والمشروع اللي مشاه في دولة مجاورة لجماعة معينة هو قاعد ينعاد الآن في غزة للجماعة ذاتها أو لامتداد تلك الجماعة نعم أستاذ ذكرتم أن للمسلمين برامج لا مشاريع أعتقد أن هناك بعض البرامج التي حولت إلى مشاريع شخصيا أنا شاركت في قافلة شريان الحياة خمسة مع الشيخ أحمد إبراهيم الشيخ أحمد لماذا غزة؟ لماذا فلسطين؟ هناك كثير من البقاء العربية الإسلامية التي تعاني الأمرين تعاني المجاعة تعاني كثير من المشاكل لماذا غزة بالتحديد؟ لماذا اخترتم أنتم كمناظرين اخترتم غزة أو فلسطين؟ ولماذا في نفس الوقت المحتل وقوى الطغيان العالمية تختار أيضا غزة وفلسطين؟ هل هي الأرض؟ هل هو التاريخ؟ هل هو المستقبل؟ هل هو الإنسان؟ نحن نضرب الثعبان في رأسيه بهذا العمل نضرب الثعبان في رأسيه سبب الآن سبب الأوجع والآلام والفساد في هذا العالم رأسه متجثم في فلسطين اليهود عندما اختاروا هذه الأرض لكي يحتلوها اختاروا قلب الأمة تستطيع الأمة الآن أن تتخلى على أي عضو من أعضائها ويستطيع الإنسان أن يعيش بدون أي جاريحة مثلا بدون أرجل بدون أعين بدونها ولكن ما سمعنا بأن هناك إنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قلب فهم الآن تمسكوا في القلب أنا أعود وأقول لك بأن خدمتنا وعملنا في فلسطين ليس للقضاء على الفقر وليس للقضاء على اليتم وليس للقضاء على هذه المشاكل هذه المشاكل موجودة في كل مكان وما يموت العدد الذي يموت الآن في إفريقيا الوسطى ويموت في سوريا وفي بقاع كثير من العالم لأن كل بؤر توتر الآن كل بؤر توتر في العالم ضحاياها المسلمين وهنا يجب أن نقف وقفتها ونقول بأن الأمة بدأت تنهض الأستاذ يتكلم عن الأمة ولكن يجب أن يحدد الداء بأنها في أنظمتها الآن لو لا تحرك الأمة ما يضرب الإخوان المسلمون بهذه القوة في مصر لو لا تحرك الأمة الآن والمطالبة الأمة باسترجاع سيادتها في هذا الكون ما تضرب بهذه القوة في سوريا ما تضرب العراق بهذه القوة هذا التدمير من طرف هؤلاء القوى الاستكبار عندما فشل أذنابهم الحكام بدأت القوة الآن بدأ يتدخل العدو الرئيسي في ضرب هذه البؤر الآن الأمة تتحرك هذا القتل الممنهج للأمة الإسلامية دلالة على وعي الأمة واسترجاع أنفاسها الآن ما يحدث في غزة نحن الآن ندعم المشروع الحقيقي الذي نرىه من خلال تحرير هذا الأرض لأن الآن العصر الوحيد في هذه الأمة الذي له فكر واضح أنا أقول لهم دائما بأن غزة لها رؤية واضحة الإنسان في غزة المجاهد في غزة الآن عندما تسأله أنت لماذا تقاتل لا يقول لك أنا أقاتل من أجل تحرير الفلسطين ولا من تحرير أقصى يقول لك نحن الخط الأول في الدفاع عن الأمة يقول لك نحن لنا مشروع أمة رؤية واضحة هذا هو الشيء الذي جعلنا ندعم غزة بهذه القوة لأن لنا هذا النموذج ورأيناه نجاح هذا الناس الذي تخلى عنه الناس في كل مكان الناس لا تعرف ما حدث في غزة عندما عند الحسم العسكري الحسم العسكري الذي قامت به حماس جاءت أوامر من رمالله أن يتركوا الموظفين أن يتركوا كل المناصب لكي تعجز على حماس في سدة الحكم فإذا بها حماس في أقل المدة تنتج كوادر في كل قطعات نجحت الآن في التعليم نجحت الآن في العسكريا نجحت الآن في الاجتماعيا يعني هذا الحصار هذا الناس الذي يظنون بالاثنين مليون من أين كانوا يكونوا من أين يشربوا من أين طولوا القدرة العسكرية لولا التحدي الآن في اكتفاء ذاتي في غزة ما مش محتاجين إليه شيء الآن الشيء الوحيد الذي يتألم له غزة هو قضية الصحة لها قضية الدواء وهذا المشكلة العويصة التي دائما واجهها ولكن نحن دعني أقول لك أخي محمد المسألة مسألة الدول يعني القضاء على الأزمة الموجودة في غزة مش مسألة شعوب نحن مهما أتينا بهذه القوافل ونحن نجع ولكن القوافل هذه تجسد شيء واحد هو أن نجمع الأمة لفلسطين لكي هذا الناس اللي يجوا معنا الغزة ينقلوا هذا غزة ينقلوا هذا العالم نحن شعرنا أن ننقل العالم إلى غزة والناس هؤلاء ينقلون غزة للعالم ولكن في النهاية قضية الدول يعني قضية لقضية حكومات الآن الحكومات هذه ليست محسوبة على الأمة يجب أن نبرئ الأمة من فعل هؤلاء الحكام هؤلاء الحكام لماذا الآن متواطئين على ضرب غزة وغضر المقامل لأنه لو نظرت إليهم بأن غزة الآن تهدد عروشهم هؤلاء ليسوا مجنين ليس لهم حب القتل أو هذه الأنظمة العربية لها حب هكذا تفنن في قتل المقاومة لا لأن المقاومة هاته إذا نجعت في غزة معناه انتهاء وزوال عروشهم ولذلك جاء العدوان ولذلك جاء العدوان مراراً ويؤيدونه ويدعمونه بالمال ويدعمونه بكل شيء نعم لذلك يأتي دورياً يعني في الفيزياء هناك ولكن المرة هذه يختلف نعم على المرة يختلف دورياً لعلو نسأل الأستاذ محمد دويبي عن دورنا نحن كشعوب يعني ما هو دور المثقف ما هو دور السياسي ما هو دور الإنسان البسيط ما دور الشاب الذي يتوقع حب لهذه القضية والله يتملك كل طرف مسؤولية والمسؤوليات يعني مستويات على كلها لكن دعني قبل من طرقت من هذا الموضوع أعود قليلاً إلى ما تفضل به الأستاذ يعني مشكور قال أن الآن موضوع تما الحرب هذه الأخيرة هي بأهداف وباستراتيجية يعني إقليمية وربما من العرب من يساهم تما في هذا الموضوع هذا ليس جديد هذا من بداية احتلال فلسطين وقرار تقسيم فلسطين والتواطع موجود والتواطع العربي موجود ورحم الله الشيخ البشير الإبراهيبي لما قال قرار التقسيم في ثلث أطراف طرف الأول هذا مجلس الأمن الذي سما أمره مخيف ومن اقتنع وصدق قراره فعقله سخيف وطرف الثاني دول استكبار في العالم وطرف الثالث قال الأنظمة العربية يا إما التي تريد الباقة في الحكم أو التي تسعى للأصول إلى الحكم فهذا موجود على كل حال ولكن سنة الله سبحانه وتعالى في التدافع بين المستضعفين في الأرض والمستكبرين في الأرض هذا قائم إلى يوم الدين اليوم يتجلى هذا المشهد وهذا التدافع بين هذه الفئة القليلة أصحاب الحق كما نسميهم شعب الفلسطيني وبين الكيان الغاصب المدعوم من طرف هذه الدول استكبارة ما في العالم لكن القوة المطلقة نقول أن القوة المطلقة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى ولو استطعت إسرائيل لو استطاع الكيان الصهيوني أن يقضي على كل الشعب الفلسطيني لا قضى عليه كما بالنسبة إلينا لو استطعت فرنسا أن تقضي على كل الشعب الجزائري وتمتلك الأرض الجزائرية إلى الأبد لا فعلت لكن يبقى كما قلت مبدأ التدافع وسنة التدافع بين أصحاب الحق وبين الغاصبين أقول أعود إلى دور دور الأمة بكل مستوياتها قبل أن نرخل الأمة أن الخطر خطر الكيان الصهيوني ليس على الفلسطينيين ليوحدهم يخطئ من يظن أن قضية الكيان الصهيوني هو فقط خطر التعوى على الفلسطينيين الخطر على الأمة لماذا؟ لأن هذا الكيان هذا زرع في قلب الأمة حتى يضعفها جميعا كما سمعه الشيخ البشر البرهامي هذا جراد أوروبا أرادوا أن ينقلوه إلى قلب الأمة العربية لكي يتخلصوا منه لكن ما تخلصوا منه ما اختل ما اختل للأمة العربية فهو موجود في قلب الأمة هو سرطان الأمة وإذا لم نجتثهد سرطان ستبقى الأمة العربية وإسلامية تعاني جميعها وتبقى ضعيفة جميعها لذلك هو خطر على الجميع المسألة المتعة المسؤولية المسؤولية الأولى عن الحكومات الحكومات هي التي عندها القرار السياسي وهي التي تملك الإمكانات فالحكومات لها مسؤولية شاءت أم أبت المسؤولية الأولى عن الحكومات ونحن نطالب الحكومات أن تتحمل مسؤوليتات وجهة شعب الفلسطين ورهت منظومة الدفاع المشترك العربي هذا كلام فقط المسؤولية الثانية على العلماء والمثقفين والسياسيين مسؤوليتهم قائمة الشعب الفلسطيني اليوم ينتظر أن نقول له عندك الحق في المقاومة عندك الحق في طرد المحتل قبل أن نقول له تفضل بالماء والخبز والدواء هذا هو الحق الأول الشعوب كذلك لها مسؤوليتها وإذا انتفضت الشعب وكانت واعية بدورها فإنها تستطيع أن تغير المعادلة والشعب الفلسطيني خليني نذكر الجزائريين شعب الفلسطيني ونحن في الاحتلال في الاحتلال مع فرنسا كان يقدم المساعدات كان يقدم لنا المساعدات فكيف بنا اليوم ونحن دولة مستقلة ولنا من الإمكانات المادية والبشرية والعقول أن نقدم العون لما يستحقه الشعب الفلسطيني فهو واجب على الحكومات وعلى العلماء وعلى المثقفين وعلى الشباب وعلى كل أصناف الأمة واليوم الشعب الفلسطيني ما يحتاجش منه نروح نقاتله معاه هو لا يطلب مننا ثم أن نقاتل معه هو يطلب مننا أن نقول له أنك صاحب حق نعلن هذا للعالم ويطلب مننا أن نقوم أن ندعمه بالموقف السياسي وبدعم المادي وبكل أنواع الدعم حتى لا يبقى وحده وأعتقد أن الشيء الذي يقدمه الفريق الوطني في هذا المونديان الذي تفضلت به شيء جميل جدا لما يربط الراية الجزائرية مع الراية الفلسطينية وعلى كلام الفلسطين الشهداء في ملاعب البرازيل هذا كان شيء جميل جدا وداعم لإخواننا في غزة كانوا يتابعون في هذه المباراة ويفتخرون بهذا فنحن نريد المزيد من الشعب الجزائري كان من المفترض أن يكون معنا هاتفيا اللاعب إسلام سليماني وأيضا المدرب نصر حسين داي أي جودي المتواجد في تونس ولكن لأسباب تقنية تعذل علينا ذلك المهم نحن نشكرهم جدا جدا على وقوفهم وتخندقهم كان فعلا يغيظ المحتل الصهيوني هذا من بين الأمور لزادت حقدا وزادت بغضا وهو اليوم يعني يدير رد الفعل هذا المتطرف الشانية نعم لعل من بعض الاجتهادات والمشاريع الحاضرة في الجزائر هو القوافل التي تسير من الجزائر إلى غزة مثل أسطول الحرية أو قوافل شريين الحياة أو أميال من الابتسامات ولعل أسأل أستاذ محمد جربوع طبعا أنتم تتابعون الوضع الفلسطيني والغزة وأيضا تتابعون القوافل التي تسير إلى غزة والتي كانت تهدف في مجملها وكانت تنادي بكسر الحصار عن غزة هل تعتقد أن هذه القوافل أو اجتهاداتها سليمة وأن المقاومة السلمية كانت في طريقها الصواب أم تعتقد غير ذلك ربما نسمع منك رأيك في هذا الموضوع بصراحة ممكن الإخوة في المجال هذا أفهمني نعم لأنه سمعنا كثير من الناس يتمثل من يقوم بهذه القوافل كالزائر الذي يزور سجينا يقضي محكوميته بالإعدام وتناقلت كثير من الناس لا هو إذا كان لابد من استيراد وتصدير والله إدخال مداخل ومخارج فخليني أنا بالنسبة لي ما يهمني أكثر هو مش ما يأخذ إلى غزة هو ما يمكن أن تأخذه الأمة عن غزة أنك تأخذ خبز الغزة وتأخذ لهم كذا لا خليني ممكن نعكس القضية ما الذي يمكن أن تأخذه الأمة عن غزة شوف أنا تعجبني فكرة الشيعة يعني عندهم فتاوي قديمة لا تجيز الصلاة في غير كربلة يعني السجود على غير أرض كربلة باطل يعني لما تصلي أنت في الجزائر ما فيش أرض الكربلة العراقية اللي مد فيها الحسين وكذا فصلاتك باطلة وأن ذاك صاروا أمام إشكالية الشيعة لي في إيران والشيعة لي في إمريكا والشيعة لي في بنجلاديش والشيعة لي في كذا ما صلاتهم باطلة فبدل أن ينقلوا كل شيعة العالم إلى كربلة ليصلوا ولتجوز صلاتهم أخذوا التربة إلى جميع شيعة العالم وصنعوا لهم هذا الأقراص وصروا يصليوا عليها فإحنا خلينا مدام الأمة مش قادرة كلها تروح الغزة خلينا نخذوا نحن النموذج الغزاوي نخذوه للأمة كلها بالشكل لا شوف أنا أقول لك كلمة شوف الأمم لا تموت يعني إحنا لما نتكلم على غزة حتى وتباد جماعة ولا تباد كذا الأمم لا تموت والأفكار لا تموت دليل على ذلك أنه تشوف أنت مثلا في قضية الحسم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ويعني حسمت الدولة في الأخير حسمت لي معاوية لكن الآن لما تبحث على فكرة معاوية سياسيا لا تجدها لما تقول أنت معاوية معاوية سياسيا الآن غير موجود بينما علي بن أبي طالب موجود سياسيا خلينا بغض النظر أنا بالنسبة لي هذا الشيعة مثل عدم موجودهم يعني وكذا لكن رغم ذلك موجودة الفكرة يعني الفكرة سياسيا موجودة يعني فالأفكار لا تموت أنك تبيد جماعة تظهر لك بعد خمسين سنة تبيد أمة تظهر لك بعد مئة سنة هي لا تموت وبالتالي أنا أقول أنا بالنسبة لي الفكرة فلسطين في حداتها فكرة غزة في حداتها أنا مش خايف عليها يعني بالعكس أنا أنادي بعولمتها أنا أنادي بأمميتها إلى غير ذلك خليني نقول أنه المشكلة في الأمة أنا ممكن نخالف الأخ أحمد أنه الأنظمة وكذا ما نقول فيه الأنظمة فيه مصر وفيه كذا سقطت يعني يعني ما المفروض تونس الآن تقوم بدور أفضل لأنه تونس الآن يعني لكن لن تقوم لن تقوم مشكلة مش في الأنظمة فقط يعني هذا الفكر القديم أنه نقسم نحن الشر والخير إلى ثنائيات الإسلام ما جاش يقول الأنظمة مش مليحة وشعوب مليحة والله العكس والله كذا الإسلام والله جاء مثلا مع النساء ضد الرجال والله مع الرجال ضد النساء والله مع البيض ضد السود والله مع كذا قسم تقسيم ثنائي خير وشر وفي الخير هذا فيه ناس من الأنظمة وفيه ناس من الشعوب وفيه ناس من السود وفيه النساء وفيه الرجال وفيه البروليطار يعلقون الاشتراكين والشيوعيين وفيه أرباب مال وفيه كذا وفي الباطل أيضا فيه كل هذا الأنواع فالثنائية عنه ثنائية خير وباطل الشعوب فيها ناس سيئين جدا فيه لبراليين أنا شفتهم كتبين في الفيسبوك وفيه كذا كلام لا يقال قال لك هذه غزة يجب أن تباد وهذا حماس يجب أن يباد إلى غير ذلك شوف الإسرائيليين الإسرائيليين أخي الكريم شوف تروح كل الأصناف الإسرائيليين تروح للأشكناص والله الصفارد والله تروح للفلاشة والله كذا كلهم متوحدين حول قصة أنه العرب أعداء والمسلمين أعداء احنا تجي عنا تقى واحد يقول لك يا أخي الإسرائيليين هذا مش أعداءنا وإمريكا مش عدوتنا وكذا جي المجموعة أخرى تقول لك لا وكذا وبالتالي المشكلة فينا في شعوبنا في نخابنا في مثقفين في شعرائنا في سياسينا في إعلامنا في إعلامنا أنا قلت لك ما سقطت القذافي وسقطت كذا لماذا لم يقيموا دولة لتصمد في وجه إسرائيل إلى غير ذلك علاش التقاتل الداخلي وعلاش المشكلة فينا يجب أن نبني الإنسان الإنسان عندنا مش مبني صحيح طبعا نعود إلى موضوعنا لا يمكن لشاعر أن يمر عليه وضع كمثل الوضع الذي يحدث الآن في غزة ولا تجود قريحته بسحر البيان أخبرتني أنك كتبت قصيدة اليوم لعلنا نسمعها منك ونأخذ الحصرية في قناة الوطن خلينا نسمع منك شعرا جميلا كما عاهدنا قلت لك هذه القصيدة أنا سمتها براءة هي براءة من عربي ما من مسلم ما لم يتخندق حيث يجب أن يتخندق يعني افتقدناه حيث يجب أن يكون فقلت ومن أنت كي أصهر الليل أكتب فيك قصيدة ولست أخي أنت ابن الظروف الجديدة سقطنا جميعا وقمت ترصع أكتاف مسقطنا بالنياشين تعزف بين الضحايا نشيدة فكيف سمحت لنفسك أن تطعن الظهر في اللحظات الشديدة وكيف بربك لم تبكي حين رأيت التعازي في صفحات الجريدة وكيف استطعت الدعاء لمن ذبحوا في المصلة الفقيدة وكيف أسميك أنت حبيب الرصاصة للجرح ابن الشهيدة دماؤك ماء وقلبك غير كي لا يراصله العاذلون بريدة بماذا تكون أخانا ولست أخانا ولست الذي إن قتلنا بكانا وأنت أخو من يحلق في الطائرات ويقصفنا في النهار عيانا ونحن سيدفن ما سوف يبقى بنا من عظام ولحم ومن حلمنا دافنونا وأنت ستبقى ليوم القيامة فينا مدانا لأنك تشبههم في هواهم ولست شبيه هوانا ولست أخانا ببغداد خنتا وفي الشام خنتا وفي النيل خنتا ولم تبكي غزة في من بكى إلى الله في مثلك المشتكى إلى الله في مثلك المشتكى نموت لتبقى نموت لتبقى ومن قال إن هشيم الخريف يدوم سيأتي الشتاء وتأتي الرعود وتأتي البروق وتأتي الغيوم وتغتسل الأرض وتغتسل الأرض مثل فتاة مطلقة من جميع الهشيم وتسقط كل الكتابات بالفحم عن حائط الكون كي يكتب الكون جدرانه بالنجوم وهذه الملايين في طرقات النزوح وتحت خيام الشتات وهذه الملايين في طرقات النزوح وتحت خيام الشتات تسميك أنت عدو الحياة ومن مات وهو يحاول منفا على الطرقات يسميك أيضا عدو الحياة وهذه الملايين في كل سجن وهذه الرفات وهذه المقابر ممن تأمل جرحه ممن تأمل في جرحه باسه ثم مات تسميك أنت عدو الحياة وهذا الخراب وهذا الدمار وهذه الأراجح لا طفل فيها وكان بها قبل أن تقصف الطائرات وكل النوافذ تترك جدرانها وتطير بكل الجهات وكل الشواهد في كل قبر وكل الضحايا ومن كل عمر وكل العوالم والكائنات تسميك أنت إذا سئلت من عدو الحياة فكن ما تشاء رئيسا وزيرا عقيدا إماما مذيع قناة فأنت ستبقى عدو الظهور عدو الجمال عدو الشيوخ عدو البنات عدوا لكل صلاة سوى للجنازة في الصلوات الله ما شاء الله طبعا سيف الوقت يلاحقنا غزة تستحق الكثير تستحق الشعر تستحق القوافل تستحق الدعاء تستحق القيام تستحق حتى دمانا كما قلت في الوقت يلاحقنا أريد أن أسمع كلمة ختامية من ضيوف الكرام تفضل أستاذ شيخ والله أنا كلمتي الأخيرة أركز على ما قاله لأخ محمد دويبي عندما قال بأن الفلسطينيين قدموا لنا في الثورة الجزائرية ولكن أقول لأخي محمد بأن نحن ندعم فلسطين ليس لأنهم ساهموا في إنجاح ثورتنا أو بمساعة لا نحن ندعم فلسطين لأننا أصحاب حق نحن أصحاب أرض نحن أصحاب أوقاف نحن لنا أملاكم في فلسطين نحن لنا إرث نحن الذي نأتمنا صلاح الدين الأيوب يوم أن مكننا من من باب المغاربة وقال أسكنت بهم من يثبتون في البر ويبطيشون في البحر نحن الآن أصحاب قضية وأصحاب حق عودة إذا كان الفلسطينيين يطالبون بحق عودتهم فنحن أولى لأننا لا أحدا في هذه الشعوب ولا أحدا في هذه الأمة يملك ما نملك ما يملك هذا الشعب في بيت المقدس ألا وهو باب المغاربة باب الشرف وهذه الحارة التي دخل منها سيد الخلق مع جبرائيل عليه السلام وهذا الحائط الذي ربط فيه البراق الذي ركبه سيد الخلق نحن لنا حق في هذه الأرض فنقوم بواجبنا وسنكون شركاء نصر بإذن الله إن شاء الله أيضا أستاذ محمد كلمة ختمية في هذا اللقاء والله هنا نقول أتمنى الأخ محمد الآن تاريخ يصنع والمشروع اللي يتفضل به بل الأستاذ الكريم بشكور المشروع يصنع فموضوع فلسطين كما قلت ليس للفلسطينين اللي وحدهم رغم أنهم في الخط الأول للدفاع عن الأمة ولكن مشروع الآن مشروع التحرر هو لتحرر الأمة بكاملها أمة العربية والإسلامية من هذا الهوان الذي زرعه الكياز الصهيوني بتواطئ كما سمهم في هذا البيت من الخائنين من المتواطئين من الظالمين فقلت المستقبل يصنع اليوم على أرض فلسطين وأقول على أرض فلسطين ليس فقط غزة غزة ما هي ربما نقطة الارتكاز لكن الضفة والقدس وباقي ثم كل الأراضي الفلسطينية هي أرض فلسطينية يجب أن تحرر اليوم هذا المشهد المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى يصنع اليوم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كل الأمة مساهمة في هذا المستقبل الذي يفيد هذا الذي له معنى هذا قد يكون بمثابة الصواريخ التي تطلق اليوم من غزة تجاه العدو والذي كذلك بالكلمة الإعلامية الصادقة والهدفة أمثالكم والذي بالموقف الإنساني والموقف السياسي كل هذه تصنع المستقبل ابتداء من فلسطين ولكن الأمة جمعة إن شاء الله شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أيضا كلمة الشاعر الفلسطيني محمود درويش يقول الكلمة وهي منقوشة الآن على قبره على هذه الأرض ما يستحق طبعا يقصد فلسطين يقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة وأنا أقول على تلكم الأرض ما يستحق الحياة وما يستحق أيضا الموت نعم شكرا جزيلا طبعا لكل بدء ختام لا زال في جعبتي الكثير من الأسئلة التي كنت أتمنى أن أطرحها على ضيوف الكرام ولكن ربما تأتي فرصة أخرى وتكون غزة حرة وتكون كل فلسطين حرة بإذن الله في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيوف الكرام الشيخ أحمد الإبراهيمي والأستاذ محمد ذويبي وكذاك شاعرنا الكبير محمد جربوع مشاهدين الكرام أشكركم على حسن الانتباه تذكروا دائما أن لكم وطنا أولا اسمه فلسطين السلام لغزة السلام للضفة السلام للأسرة السلام لمواطني أراضي الثمانية وأربعين السلام للاجئين وحق العودة أسعدتم مساء وصحة صخوركم السلام عليكم اشتركوا في القناة